بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس أهمية أذكار الصباح والمساء وقبل أن نبدأ في هذا الدرس أيها الأبطال تعودنا أن نستمع أحسنتم أولا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمساء الآن نتعرف على الأهداف الهدف العام معرفة أهمية أذكار الصباح والمساء أما الأهداف الخاصة فأولا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة أهمية أذكار الصباح والمساء ثانيا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة أذكار الصباح والمساء وبعد أن استمعنا وتعرفنا على الأهداف دعونا الآن ننتقل يا أبطال إلى درسنا وأريد منكم أولا فتح الكتاب على صفحة 37 وهنا في النشاط الأول نريد أن نكمل الفراغ بما يناسبه من الكلمات الآتية نأتي لهذه العبارة التي في الأعلى التي تقول إذا نسيت أن أقول الأذكار في وقتها المخصص نسيت أن أقول الأذكار في وقتها المخصص ماذا أفعل هل أقولها حين أذكرها أو لا أقولها أبدا نسيت أن أقول أذكار الصباح في الصباح ولم أتذكرها إلا في وقت الظهر أو نسيت أذكار المساء ولم أتذكر أذكار المساء إلا في الساعة التاسعة أو العاشرة ليلا هل أترك هذه الأذكار أو أقولها حين أذكرها أحسنتم نعم أقولها حين أذكرها إذن الصحيح هي العبارة الأولى ونضعها أو نكتبها هنا في الفراغ فتكون العبارة إذا نسيت أن أقول الأذكار في وقتها المخصص فأقولها حين أذكرها أحسنتم وبارك الله فيكم ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الثاني في صفحة سبعة وثلاثين وهنا نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة نستمع إلى العبارة عندما ألتزم بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماذا؟ هل تحفظني مما قد يضرني بإذن الله؟ أو لا تحفظني مما قد يضرني؟ إذا قلت التزمت بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في المساء فهل تحفظني مما قد يضرني؟ أو لا تحفظني مما قد يضرني؟ ما هي العبارة الصحيحة الأولى أو الثانية؟ رائع يا أبطال وبارك الله فيكم نعم العبارة الصحيحة هي العبارة الأولى وأضع عليها دائرة إذن عندما ألتزم بهذا الذكر في المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تحفظني بإذن الله تعالى مما قد يضرني؟ انتهينا من هذا النشاط؟ أحسنتم ننتقل الآن إلى النشاط الثالث في صفحة سبعة وثلاثين وهنا أولا نمسك القلم بالشكل المطلوب والصحيح ونعيد كتابة هذه العبارة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذن نعيد كتابة هذه العبارة على الصطر المنقط بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم ننتقل الآن إلى النشاط الرابع وهنا نضع ألامة الصح أو الخطأ أمام العبارات الآتية العبارة الأولى تقول من الأسباب المادية التي تحميك من الشر والأذى أخذ الدواء عند المرض هل العبارة صحيحة أو خاطئة من الأسباب المادية التي تحمينا من الشر والأذى بإذن الله أن نأخذ الدواء عند المرض العبارة أحسنتم نعم عبارة صحيحة عبارة صحيحة نأتي للعبارة الثانية من الأسباب الشرعية التي تحميك من الشر والأذى قراءة القرآن قراءة القرآن ما رأيكم في العبارة من الأسباب الشرعية التي تحمينا بإذن الله من الشر والأذى أن نقرأ القرآن نقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نقرأ قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر الصورة نقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إذن نقرأ هذه الصور التي تحمينا هل هذا أو هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم نعم العبارة صحيحة العبارة صحيحة نأتي يا أبطال إلى الفقرة الثالثة أذكار الصباح والمساء لا تحميك أذكار الصباح والمساء لا تحميك ما رأيكم العبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم نعم العبارة خاطئة العبارة خاطئة لماذا هي خاطئة؟ لأن أذكار الصباح والمساء تحميك بإذن الله تعالى تحميك بإذن الله تعالى إذن فهذه العبارة تكون عبارة خاطئة رائع يا أبطال أحسنتم وأبدعتم الآن ننتقل يا أبطال إلى النشاط الأخير معنا في هذا الدرس في صفحة ثمانية وثلاثين وهنا نريد أن نصل الكلمة بما يناسبها عندنا في جهة اليمين كلمتان كلمات الله واللدغ وفي اليسار أيضا كلمتان كلام الله والعظ الآن نريد أن نصل كل كلمة في جهة اليمين بما يناسبها من جهة اليسار نأخذ الكلمة الأولى التي وردت في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات كلمات الله ماذا تعني؟ هل تعني كلام الله أو تعني اللدغ؟ هل تعني كلام الله أو تعني اللدغ؟ ما رأيكم يا أبطال؟ تعني أحسنتم نعم تعني كلام الله سبحانه وتعالى تعني كلام الله سبحانه وتعالى يعني أعوذ بكلام الله التام من شر ما خلق كلمة اللدغ كلمة اللدغ حينما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لدغتني عقرب يا رسول الله أخذنا الحديث في أول الدروس كلمة اللدغ ماذا تعني؟ تعني أحسنتم العظ تعني العظ إذن نصل كلمة اللدغ مع العظ الآن دعونا يا أبطال نؤكد أيضا هذه المعلومة من خلال هذه الوسيلة وهنا عندنا مجموعة من البطاقات عندنا هنا البطاقة الحمراء مكتوب فيها كلام الله والزرقاء اللدغ بينما في المقابل البطاقة الصفراء العظ والبطاقة الخضراء كلام الله الآن نريد أن نصل البطاقات الوردية أو الحمراء والزرقاء بإحدى البطاقات الصفراء والخضراء البطاقة الحمراء تقول كلمات الله ما هي البطاقة المناسبة؟ الصفراء أو الخضراء أحسنتم نعم المناسبة هي البطاقة الخضراء إذن نصل كلمات الله مع كلام الله واللدغ معناه أحسنتم العظ إذن البطاقة الزرقاء مع البطاقة الصفراء فبهذا يتبين لنا أن كلمات الله تعني كلام الله واللدغ يعني العظ أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم وأشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني واخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات والعمل بما فيها من تعليمات وبإذن الله تعالى إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي نلتقيكم على خير وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته